السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر رضا البيومي من كناة انجليز اونلاين. اهلا بكم حبيبي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي بازن الله النهاردة هنبدأ مع بعض اولى حلقات حل كتاب المعاصر الخاص بالترم التاني. وهي عن حل النهاردة الصفحات الخاصة بالدرس الاول والثاني من الوحدة السبعة. الصفحات اللي احنا هنحلها النهاردة بازن الله هي الصفحات من هنبدأ كده الاول بحل الجزء الخاص بالكلمات وبفكرك كالعادة ما تنساش تنزل تدوس لايك للفيديو وتشترك في قناتنا لو بتشاهدنا لاول مرة وادفع زر الجرس عشان اوصلك تنبيهات بفيديوهات الفترة القادمة. يلا بنا كده نبدأ على طول ونشوف كده بيقول هنا يعني هنا بيقولك بتقدر تشوف تمثيل قديمة كتير من الماضي فين بقى? اكيد بنشوف التمثيل في المتحف والمتحف يعني ميوزيوم. يبقى ساعة ما بنشوف يبقى المتحف على طول. هنا بيقولي يعني الناس بتذهب الى. بتذهب ليه بقى? يعني بيروحوا فين عشان يشوفوا الاسماك وحيوانات بحرية او مائية اخرى. يبقى اكيد بيروحوا فين? برافو عليك بيروحوا الاكوريوم. معرض اللي هو الاحياء المائية. يبقى اسماك والكلام ده يبقى الاكوريوم. يبقى على طول ايه ميوزيوم. نمبر ثري بيقولي برضو هنا نفس الكلام المكان اللي انت تختاره ده تعريفه ان هو is a place where you can learn about stars and planets. يعني المكان ده بتتعلم فيه بخصوص او عن النجوم والكواكب. برضو ساعة ما اشوف الحاجتين دول اعرف ان هو يقصد مبنى القبة السماوية اللي هو اللي احنا من خلاله بنقدر نشوف حركة النجوم والكواكب. four when you are worried or frightened of something. يعني بقولك لما تبقى الان او خايف من شيء ما. you are. انت بيكون وقتها ايه? بتكون متوتر. متوتر يعني اشطر يعني nervous. طبعا الكلمة content يعني pleased and happy اللي اتنين معناهم مسرور او سعيد. salma is gone to. يعني salmas ذاهبة او ذاهبة الى. راحة فين بقى سالمة? واللي she loves riding on the big wheel. بتحب تركب الليه? البيج ويل? والبيج ويل اللي هي العجلة الكبيرة دي يبتبقى موجودة فين? بتبقى موجودة في الملاهي وبالتالي هي بتحب تروح فين? الفان فير. طبع الفان فير اللي هي الملاهي. خدنا لها كلمة تانية في الابتداء اللي هي amusement park. don't forget. بقولك ما تنساش to write the date. ان انت تكتب التاريخ. of our meeting. الخاص بمؤملتنا بي المقابلة بتاعتنا يعني in your. هتكتب بها التاريخ بتاع المقابلة بتاعتنا فين? هتكتبه في المفكرة. ويه مفكرة يعني ايه? يعني diary. هو اعتطلابت ما بينها وما بين dairy. dairy دي معناها منتجات الالبان. لكن اللي عندنا في المنهج هي diary اللي معناها مفكرة او مذكرة. طيب تعال بعد كيف في number seven بقول i saw a او an. انا شفت. شفت ايه? of islamic monuments. وايه? islamic monuments اللي هي القصار الاسلامية. in the islamic museum. في المتحف الاسلامي. اين كايرو في القاهرة? يبقى انت شفت ايه? شفت المعرض او عرض. عرض طبعا يعني يا شطار يعني exhibition. يبقى exhibition معناها عرض او معرض. exhibition. نجي بعد كده للاسئلة الخاصة بيه كتاب وكتاب الworkbook. number one هنا من الكتاب المدرسي اللي هو كتاب من الاسئلة المهمة جدا جدا. بقول i had a او an two weeks ago منذ اسبوعين. my hair was so long. شعر وقتها كان طويل قوي. يبقى انه رحت ايه بقى حصلت عليه? على قصة شعر اللي هي hair cut. الصفحة اللي بعدها على tune number nine هنا بيقول on sunday في يوم الحد. we went to the planetarium. but it was. زهبنا لي اه اه القبة السماوية ولكنه كان ايه? يبقى ولكنه كان مقفول وبالتالي مقفول يعني closed. ten. the a المكان يعني اللي احنا هنستخدمه هنا. وصفه ان هو is a building. هو مبنى. where you can go bowling. بتقدر تزهب فيه او تمارس فيه رياضة الايه البولنج. يبقى بالتالي هو هيقصد هنا الايه? بولنج ال ايه. وان بولنج ال ايه يعني صالة الايه البولنج. eleven بيقول we had a. يعني احنا قضينا قضينا ايه? او حزينا بايه? weekend. عطلة الاسبوع بقى. عايزين نوصف عطلة الاسبوع هنا بصفة. يا طرح هنوصفها ان هي terrible. فضيعة يعني سيئة جدا ولا fantastic رائع ولا boring مملة ولا tired يعني مرهق. الجملة التانية هي اللي بتوضح بقول we visited many interesting places. احنا زورنا اماكن شيقة ممتعة كتير. يبقى اكيد هي كانت عطلة الاسبوع ايه? رائعة. ورائع يعني fantastic. يبقى دايما اهتمي بالجملة التانية لان هي اللي بتحللك الجملة الاولى. add break في الفصحة. we have lunch together in the school. بنتناول الغداء مع بعض في الاسكول ايه بقى? برافو عليك بنتناول الطعام او الاكل عمتا في الكانتين. في كانتين المدرسة. اللي احنا اقول عليه the school canteen. بعد كده بقولي all pupils. وكلمة pupils معناها تلاميذ. عملا زي كلمة students. wear blue. بيرتدوا ايه بقى? كل الطلاب بيرتدوا لونه ايه ازرق? and black shoes. يبقى بيرتدوا ايه بقى? form, farm, frame. اكيد طبعا بيرتدوا uniform. اللي هو ازي الموحد. بعد كده هنا اولاد بقولي there is no life in the architect. يعني بقولك لا توجد حياة وعلى او فيه وطبعا اللي هو القطب الشمالي. ليه ما فيش حياة هناك بقولك عشان the weather is always freezing. لان الجو هناك مجمد متجمد يعني. بيجمد اي حاجة طبعا عشان بيبقى فيه هناك تلجي على طب استمرار. فبالتالي هنا يقصد بها منطقة القطب الايه الشمالي. وطبعا منطقة هنا يعني يعني area. لكن القطب الشمالي ده مش اه tower مش بورج ولا town مدينة صغيرة ولا city مدينة كبيرة. هو منطقة من القرى الارضية. 15 summer وبعد كده 13. طبعا 13 هنا اللي هو رقم 13. يبقى هو عاوز يقول ان سمر تبلغ من العمر 13 عام. وتبلغ من العمر ديت يبقى على طول اللي هي aged. يبقى summer aged 13 is in prep one this year في اولى باعدادي هذا العام. number 16 بقول i a وبعد كده shopping yesterday morning. i bought a lot of groceries. انا اشتريت مستلزمات بقى كتير. يبقى بالتالي انا عاوز فعلي يجي مع كلمة shopping. وانا قلت الفعل اللي بيدبع بفعل اخر مضاف له ing هو الفعل go. يبقى go هنا الماضي بتاعها ايه? يبقى معنى زهابت ايه للتسوق. تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض الجزء الخاص باللانجوج اللي هو خاص بالقواعد وطبعا القواعد او الدرس ده تحديدا بتكلم على الماضي البسيط. والكلام ده معانا من ستة وعشرين. طبعا لو انت محتاج فيديو الشرح. وشرح انا الزمن ده على الصبورة. هنزل في الوصف اسفل الفيديو. هتلاقيني سايب لك القائمة التشغيل خاصة بالشرح. وكما من التشغيل هتلاقي خاصة بحل كتاب المعاصر. وكما من التشغيل اخرى خاصة بحل كتاب جم. نشوف كده اللي نمبر ون. وقول هنا يسر دي اوار فاميلي. يبقى مع وجود يسر دي هنا الجملة اللي قدام ديت جملة فين في الماضي. وطالما هي جملة في الماضي ومثبتة يبقى اختار الفعل الماضي اللي هو موفد. شوف من غير ما نكمل وعرفنا الحل على طول من وجود يسر دي. يبقى مبارح. او عيلتي انتقلت ليه الحياة في منزل جديد في اسكندرية. بعد كده من الكتاب سؤال طبعا الاسئلة دي بتبقى مهمة جدا. حسن موف تو كايرو اويك. يبقى عاوز نحط هنا كلمة في في اخر الجملة. طبعا الكلمة اللي بتجي في اخر الجملة ولاد من علامات الماضي. وفيها وقبلها آآ مدة زمنية طبعا هي كلمة ايه? ايه? اجو. يبقى اجو. معناها منزو. تيجي في اخر الجملة. وقبلها مدة زمنية. والمدة الزمنية هنا كلمة اويك. طيب نجي بعد كده لنمبر ثري. بقول هنا هتبدأ بايه? بهاف ولا دد ولا دو ولا where? طبعا. سهلة جدا عشان دد اللي موجودة في الاجابة. يبقى السؤال هنا بادئ بدد. وبعد كده لانتش تجيذر. ان دا سكول كانتين ديس مورننج. وانا زي ما قولت لك في الشرح ان ديس مورننج. هذا الصباح من التعبيرات اللي هي بتشير للماضي. وبالتالي بما ان الجملة اصبحت في الماضي هنا وعرفت انها في الماضي هاختار الفعل الماضي اللي هو هاد. يبقى احنا تنولنا الغدا مع بعض في كانتين المدرسة هذا الصباح. هاو ديديو? يعني غير ما اتكمل مع وجود ومع وجود تستخدم معها مصدر الفعل على طول. يبقى هنا هتخلينا استخدم مصدر والمصدر هو يبقى كيف شعرت? حسيت بايه? لما بدأت مدرسة جديدة ورحت مدرسة جديدة يعني. عاوز يقولي ان اخر مرة زلت فيها عمي وولاد عمي في القاهرة كان الكلام ده منذ ثلاث اسابيع. يبقى بما اني موجودة وجمان عند موجودة يبقى كله فين في الماضي. وبالتالي هستخدم الفعل الماضي هنا اللي هو فيزدد. الي وبعد كده برضو مع وجود هنا بتقولي ان الكلام ده اصبح في الماضي يبقى اختار الماضي اللي هو هنا معناها ان علي بقى بقولي قاد العربية سائل عربية الى الاسكندرية مع عائلته الشهر الماضي. اليوم والنهاردة الحد. وعد كده ساتر دي ياسر دي. لذلك بقى امبارح كان السبت. يبقى بما اني ياسر دي موجودة يبقى اختار الحاجة اللي تبع الماضي. والحاجة اللي تبع الماضي هنا يشطر اللي هو وز او او وير. تبقيت بتاخد وز ولا وير? برافو بتاخد وز. برضو لسه قال لين من شوية اول ما تشوف تستخدم معها مصدر الفعل. والمصدر هنا هو الفعل اللي في التصريف الاول معلوش اي حاجة اللي هو يبقى من اللي انت شفته بالامس او ليلة امس. الليلة الماضية يعني. تعالى بعد كالي نومبر تن محاسة بين اي و بي. فاي بي يس قال بيه بيقول له. يعني انت عملت واجبك? قال يس اي وبعد كده. ات ان اوار اجو. يبقى عاوز يقول انا عملته ها ات ان اوار اجو للموضوع ده كان منذ ساعة. يبقى انت كده مع يس بتجيب ايه? بيس اي دت سهلة جدا. طبعا لو هو كاتب نو يبقى عاوزك تقول ايه? نو اي دي ما له? في الفين واتنين. عاوز اقول بقى في الفين واتنين هنا التاريخ ده اصبح ماضي. وانا قلت لك في الشرح برضو في فيديو الشرح ان من علامات الماضي ان هو جيب لي ان ووراها سنة ماضية. وطبعا دي سنة ماضية. يبقى اختار الفعل الماضي طالما عرفت ان الجملة في الماضي. والماضي هنا اللي هو بوت. يبقى عمي اشترى عربيته في الفين واثنين. طبعا بعد الوقتي هنحل سؤال تصحيح الخطأ. اللي هو آآ آآ هنا. وطبعا الجزء ده كله من كتاب المدرسة. اسئلة مهمة جدا. بتقول لي ان الجملة في الماضي. من علامات الماضي. يبقى اخلي الفعل ده ماضي اللي هو ايه اولاد? يبقى عاوز اقول ان انا تناولت الغداء في كانتين المدرسة بالامس. قلنا من شوية ان هي من العالتعبيرات اللي بتشير للماضي. وبالتالي امي وانا يبقى المفروض اخلي جوت بقى ايه عشان اقول زهبنا للتسوق. طبعا هتبص كده هتلاقي ان غلط هنا. وديت غلط لسبب وانا لما بستخدم لازم يجي معها فعل في المصدر. لما تيجي تبص على اللي جاي بعد كده مفيش فعل خالص. المال ايه ده يا مستر? اللي قدامك ده حصة الانجليزي الاخيرة بتاعتك. يبقى ده اسم حاجة. اسم الحصة. ويقلنا اللي بيجي معا اسم او بيجي معا الصفة او حرف جر ومكان او وظيفة زي ما قلت في فيديو الشرع. هو فير بتو بي. اللي هو ووز او وير. بقى انا هستخدم هنا وز ولا وير. هتشوف الاسم بتاعك اللي موجود هنا مفرد ولا جامع. احنا بنتكلم على حصة انجليزي واحدة. وبالتالي هنستخدم هنا ايه? وز. عشان هي وز اللي بتيجي معه المفرد. فور. اي ديدنت وانت. من غير ما نكمل قلنا مع ديد وديدنت. بس اخدم مصدر الفعل. ومصدر الفعل هنا هيكون. ومعنى الجملة بقول لك انا لم اذهب. او لم اركب العجلة الكبيرة يعني. اه في عطلة الاسبوع الماضية. بعد كده بقول لي يعني النهاردة الاربع. اه يعني بقول لك عشان كده. هو بقول لك ان النهاردة الاربع يعني لذلك كان. اه طبعا هنا مش هقول مش هينفع اقول ان النهاردة كانت تلات. يعني النهاردة الصبح كانت تلات. يبقى ما انفعش ان هنا استخدم this morning لانا بقول ان النهاردة الاربع. معنى كده ان التلات ده كان امتى? برافو عليك كان مبارح. وبالتالي وعاوزنا اشيل this morning وحط yesterday. number six بقول لي what did you did? الاستألين did بيك معها ايه? المصدر. والمصدر من did هو do ويكون هنا معناه يفعل. يبقى انا عاوز اقول لك ماذا فعلت? last weekend عطلة الاسبوع الماضية. I had a mass lesson. عندي حصة ايه? رياضيات. two days. برافو عليك. دي اصلا ها من علامات الماضي وكل حاجة بس لازم هيجي بعدها كلام ما انفعش تحطها في اخر الجملة كده. يبقى اللي بتيجي في اخر الجملة وقبلها فترة زمنية والفترة الزمنية هنا اللي هي عبارة عن يومين هي كلمة ايه? ago. يبقى استخدامها كلمة مونزو اللي هي ago في اخر الجملة قبلها مدة زمنية. did you ill yesterday? وهنا ill دي صفة بمعنى مريض. وقلنا اللي بيجي معاها الصفة ويحرف الجر والمكان والاسم والوظيفة هي ايه? verb to be. اللي هو was aware. يبقى معنا كده ده ما تنفعش لانها محتاج الفعل في المصدر. هنشيلها واستخدام was aware. وطبعا مع وجود يو هنا هتخليني استخدم where. وقول لك where you ill ياسر داي هل انت كنت مريض بالامس? what places do you visit last weekend? من علامات الماضي يبقى السؤال بتاعي المفروض استخدم في dead. مش دو. يبقى عاوز اقول لك ما الاماكن التي زرتها عثلة الاسبوع الماضية? last week. الاسبوع الماضي. يبقى مع وجود last الجملة دي لازم ان تكون ماضي. وعشان اخلاها ماضي هشيل سي واحط. يبقى الاسبوع الماضي انا رأيت an exhibition about elephants. شفت عرض كده عن الفيلة. تعالوا كده قبل ما نكمل لحل الاسئلة نشوف كده الجزء بسرعة كده اللي هو خاص بالسبيكن كورنر واللي وظيفته انه هو بيساعدني في حل سؤال اداله. بيعرفني ازاي كون سؤال وازاي اجاوب على السؤال ده. الكلام ده موجود معاك في لو انت عاوز تعرف تحل سؤال ادالك بسهولة لازم تذاكر الجزء اللي زادك كويس جدا. اول سؤال كده بيعرفني ازاي اسأل شخص عن معاد او متى ذهب لمكان معين. عاوز اعرف انت رحت المكان ده امتا? يبقى بالتالي هسأل بيا ولاد هسأل بوين اللي معناها متى. عاوز ستعرف هو راح فين? يبقى الكلام في الماضي يبقى وين ديد. وين ديد يو جو تو ذا وبعد ايه كده المكان. ممكن اشيل اللي هي الملاهي. حط اي مكان تاني عاوز اتعرف هو راح امتى? وين دي وين دي ديو جو تو ذا فان فير? هيرد هو يقول لك. اي وينت تو ذا فان فير. ويستخدم الفترة بقى. ممكن يقول لك السابت الماضي. اه مسلا ممكن يقول لك الاسبوع الماضي يستر داي. مبارح. ممكن اقول لك اه 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 منذ اسبوع وهكزا. عاوز يقول لك الساعة بالزبط اللي هو راح فيها. هيستخدم الساعة وبعد كده قبلها طبعا ايه? ات ايت اكلاك او ات سيبن اكلاك وهكزا. طيب هو هنا عاوز يعرف بقى انت رحت فين? يبقى طالما انا عاوز اه اعرف المكان باسأل بايه بوير. برضو في الماضي يبقى وير دي ديو جو? اين انا زهبت? انا زهبت امتى? اين زهبت? اه صباح الاحد الماضي. انت رحت فين? يوم الحد الماضي الصبح? هيرده يقول لك المكان بقى يقول لك اي وين تو ذا وبعد كده المكان. دا بلانيتاريوم دا ميوزيوم اه دي اكواريوم وهكزا. طيب اخر حاجة بيقول لي يعني اعاوز اسأل شخص وقول له انت تناولت العشا فين? او تناولت الغدا فين? او او? يبقى اسأل هنا برضو بوير عشان اعاوز اعرف المكان. وشيل هنا جو وحط هاف اللي معناها يتناول. اه انا تناولت عشاك هيرده يقول لك هيحول اللي هي معناها عشاك هيحولها الى ايه? ماء عشان يقول عشائي. ممكن اقول لك على تناولة العشاك في البيت. وبعد كده دي اللي هو كان جابه في السؤال. دعنا يلا كده مع بعض نكمل حل الاسألة. هنحل بقى دلوقتي مع بعض اللي هي التمارين العامة على الدرس الاول والتاني. ويلا بينا كده مع بعض نشوف كده اول سؤال معنا هو سؤال الاستماع هنفوته. ونبدأ كده على طول من اول سؤال اداله. وبفكرك لو عجبك الفيديو لحد دلوقتي ومستفاد منه تنساش تنزل تدوس لايك للفيديو وتشترك في قناتنا لو بتشاهدنا الاول مرة. وتفعل زر الجرس وتختار الكل عشان يوصلك تنبيهات بفيديوهات الفترة القادمة. وتعلق كده بتعليق عشان يشجعنا كده على الاستمرار وتقديم المزيد لكم بازن الله. هنا المحسنة بين ايمن واشرف. فهنا الحوار او الجملة اللي فيه ده لازم نقرأها الاول زي ما انتم متعودين. اشرف is telling. ايمن about his visit his visit to the funfair. يعني بقول لي اشرف بيغبر ايمن عن زيارته لآ الملاهي. فهنا ايمن كده بقول له ايه? آآ what did you do last weekend? يعني ماذا فعلت عطلة الزبار الماضية? انت عملت ايه? فقام اقول له انا عملت كذا كذا كذا. فالتاني قال له ايه? the funfair? يبقى معنا كده اولاد لما تلاقي حاجة بالمنظر دي كلمة محطوط بعدها لما التعجب اعرف ان هي تذكرت فوق على طول. يبقى هو عاوز يقول له ايه? عاوز يقول له انا ذهبت الى الملاهي. يبقى بقول له انت عملت ايه? هيقول له انا رحت الملاهي. وبالتالي هنا اقول له ايه بقى? i went to بعد كده. the funfair. انا رحت الملاهي. هيرد هو بقى يقول لك ايه? the funfair الملاهي? that's fantastic. يعني هذا رائع. وسألك سؤال بعد كده الاجابة بتاعته i loved the big wheel most. يعني انا حبيت العجلة الكبيرة اكتر حاجة. يبقى عاوز اقول له ماذا حبيت? ايه اللي انت حبيته هناك? يبقى هقول له هولك ازاي ده? هسأل هنا بوط لان انت بتقول ماذا حبيت صح? طيب انت محتاج هنا بعد وط دو او 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 الكم داي? تجيبوا منين? بتجيبوا من فعل الاجابة. هتبص على الفعل بتاع الاجابة لو لقيته في الماضي زي كده. يبقى السؤال بتاعك في لقيت في يبقى السؤال في لقيت جاي في المصدر مثلا مع لوش اي حاجة طيب يبقى يبقى محتاج الفاعل والفعل هنا يبقى الفاعل كان في السؤال ياشطار يو. وبعد كده مصدر الفعل اللي هو جاي في الماضي تحت اللي هو هستخدمه هنا عشان ويبقى اللي هتستخدمها عشان تشير الى المين? الى الملاي. يبقى ماذا حبيت هناك? انت حبيت ايه هناك? قال انا حبيت العجلة الكبيرة. طيب سأل هنا سؤال قال لي تسكرة تتكلف عشرين جنيه. يبقى انا عاوز اقول له كم سعر التسكرة او كم تتكلف التسكرة. طيب يبقى قول لك ايه? هاو ماتش انت عاوز سعر حاجز اه? يبقى تقول هاو ماتش از وبعد كده اسم الحاجة. هاو ماتش از ايه? از ذا تيكت. دي طريقة. الطريقة التانية ان انا استخدم في السؤال بتاعي كلمة وهوريك الطريقة التانية برضو عشان تبع عارفها. برضو هنا هسأل بايه? بهاو ماتش وردو اللي بتسأل عن كم السعر. هاو ماتش ايه? مش هستخدم هنا ايه بقى? هاو ماتش ايه? اه ذا وبعد كده تيكت. وبعد كده هستخدم كلمة ايه? اللي هي معناها يتكلف. يبقى ممكن تسأل عن السعر بالطريقة دي او الطريقة دي اللي اتنين صح. طيب اشرف رد قال له ايه بقى طبعا لما عارف ان هي بعشرين جنيه. فرد هنا باكسبريشن تعبير زي تعبير ده كده اللي هو فقال له هنا حاجة وبعد كده قال له يبقى معنى كده هيقول له هنا ايه? هيقول له مسلا ايه? وليكن او مثلا يبقى ممكن استخدم واندرفول وخلاص اللي هو معناها رائع. وبعد كده قال له ما الطعام اللي انت اكلته هناك? انت اكلت ايه فيقول له ايه حاجة بقى. هقول مسلا وليكن هنا بيقول لي انت اكلت اينك? يعني مستخدم الفعل ايت? انا اخلاه في الماضي بقى يبقى اقول له ايه ايه اي ايت. انا اكلت. واي حاجة طبعا انت موجود في الملاهي ممكن اقول له مسلا اي ايت اه بيتسا. انا اكلت ايه بيتسا? ويه هيرد هو يقول لي ايه? يعني هذا الطعام المفضل. السؤال نمبر ثري وسؤال. نمبر انا اأمل واتمنى انه الطلاب يكونوا ايه? يبقى انا اتمنى انهم يكونون يعني متوطرين وعصبيين ولا ودودين ولا خائفين ولا اقلي يعني قبيحين طبعا اتمنى انهم يكونوا ايه? friendly. there are very old. يوجد ايه 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 اديم جدا. at the Egyptian museum في المتحف المصري. الحاجة اللي هتبقى موجودة في قلب المتحف اكيد مش ال الاهرامات ولا التامبلز المعابد ولا اللي هو طبعا مراكز. يبقى اكيد اللي هي تماثيل هي اللي بتبقى موجودة في المتحف. ثري. اي اي بريكفست with my family yesterday. yesterday كلام في الماضي. يبقى اختار فعل ماضي. ولكن هنا الاربعة في الماضي. يبقى ايه الفعل المناسب لكلمة هي الفعل have واللي هستخدم ماضي هنا اللي هو head. يبقى انا تناولت الفطار. اخر الصفحة بقى معنا في فيديو النهاردة تكمل لي الصفحة اللي فاتت. number four. هنا بقول last week اللي سبع الماضي. وبعد كده to a new house intenta. يبقى عاوز يقول الاسبوع الماضي احنا انتقلنا الى. الفعل اللي يدي معنا ينتقل الى العايش في بيت جديد هو الفعل move. وهنا في الماضي يبقى استخدمها ايه? moved. ومعناها انتقل الى. اه ادلتس اللي هي معناها البالغون يجوي. البالغون ما لهم عادة. والgood decisions. ايه الفعل اللي بيجي مع كلمة good decisions. برافو عليك هو الفعل make. make decisions معناها يتخذ قرارات. يتخذوا قرارات جيدة. we buy candies. يعني احنا بنشتري الحلوة. and chips. وي البطاطس chips. chips يعني from the school ايه? اكيد حاجة اكل يعني بقى اكيد بنشتري من السكول كانتين. last weekend عطلة الماضية. we had a wonderful meal. at افيمس. يعني تناولنا عطلة الماضية. ايه? وجبة رائعة. في افيمس ايه? يبقى طالما اكله كده يبقى في المطعم. لكن مش تمسال ولا يعني معرض ولا يعني طبعا اه اه دائرة او كده. ننجي بعد كده ليه number eight بقول how a your day yesterday. it was nice. كان يوم لطيف ورائع. يبقى معنى كده انا بقوله كيفك كان اه يومك يبقى هستخدم هنا ايه? وحدي هيقول ليه برضو يا مصر? هقولك اولا ياسر دي موجودة بقى الكلام في الماضي يبقى احنا هنستبعد مين? هنستبعد اس خالص. هنقدر نستخدم ديد هنا اقول لك ما ينفعش عشان ديد بتحتاج لفعل في المصدر. وهنا دي اصلا مش فعل خالص ده ده اسم. واللي بيجي مع الاسم هو ده اسمه مفرد. اللي هو يومك. وبالتالي الاسمه مفرد بيجي معه بعد كده هنا بيقول اه وبعد كده in the swimming pool last month. هنا الشهر الماضي last month. اه مع وجود هنا نستخدم الفعل الماضي يا ولاد هنا اللي هو بعد كده اه بعد كده قلنا برضو مع بستخدم مصدر الفعل والمصدر هنا اللي هو eat. يبقى انا عاوز اقول لك ماذا اكلت? for lunch على الغداء? يستر دي بالامس. نجي بعد كده لاخر سؤالين السؤال اللي هو number four. سؤال تصحيح الخطأ number one. واللي what did you do? last weekend? مع وجود last السؤال في الماضي. يبقى هاسأل هنا did عشان يبقى ماذا فعلت عطلة الاسبوع الماضي? اه what year is it? four years ago. يبقى بقول لك السنة اللي كانت من اربع سندكات سنة كام? يبقى الكلام في الماضي لان ago موجودة يبقى بتالها هاستخدم هنا ايه? الماضي بتاع is اللي هو was. we climbed the mountain next month. ده انت بتقول احنا تسلقنا. والفعل في الماضي هو. يبقى معنا كده انا مقدرش استخدم next اللي هي معناها القادم بتاع المستقبل. يبقى نستخدم مين? lost. يبقى عاوز اقول تسلقنا الجبل الشهر الماضي. i have a wonderful time at the zoo this morning. طبعا this morning من التعبيرات الخاصة بالماضي. يبقى معنا كده استخدم ماضي have اللي هو had عشان اقول قضينا خلاص وقت ايه? وقت رائع في الحديقة هذا الصباح. اخر سؤال بقى معنا في فيديو النهاردة هو سؤال الparagraph. هنكتب paragraph كده على الموضوع اللي بيقول how was your weekend? كيف كانت عطلة الاسبوع الخاصة بك? تعال كده اللي نشوف الparagraph اللي معنا. last weekend يعني عطلة الاسبوع الماضية. last weekend عطلة الاسبوع الماضية. i went to the fun fair. انا ذهبت الى الملاحي. طبعا انت ممكن تغير في المكان براحتك. i went with my family. انا رحت مع عيلتي. we went there by car. رحنا بي العربية. my father bought us tickets. والدي اشترى لنا تزاكر. there were a lot of interesting games. انت في الملاحي. يبا كان يوجد كثير من الالعاب الشيقة. i rode on the big wheel. انا ركبت الى عجلة الكبيرة. i felt afraid. انا حسب بالخوف. but it was fun. ولكن الامر كان ممتع. كانت ممتع جدا. my brother went on a right. اخويا ركب لعبة من الالعاب الملاحي. he was really happy. هو كان حقا سعيدا. كان سعيد جدا. my little sister swam in a small plastic swimming pool. يبا اختي الصغيرة عامت في حمام سباحة بلاستيك صغير. الحجم. my father and mother went for a walk. يعني ابي وامي ذهبوا لي المش. رحوا يتمشوا. we all had a wonderful time. كلنا قضينا وقت رائع هناك. we decided to go there again very soon. يعني بيقول احنا قررنا ان نذهب هناك مرة اخرى قريبا جدا. we went back home late at night. يعودنا للمنزل. آآ ليلا في متأخرا في الليلة يعني. وبعد كيف ولت واصفا كان امرا رائعا. كانت اجازة وعطلت اسبوع رائعة. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو تكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. ما تنساش تدعمنا بلايك وتعليق. وكمان ما تنساش لو بتشاهدنا الاول مرة تشترك في قناتنا. عن طريق انت تنزل تدوس على علامة الاشتراك بلول احمر اسفل الفيديو. وبعدها تختار علامة الجرس. وتختار الكل. بحس يوصل لك اي تنبيهات بفيديوهات الفترة القادمة. تابعونا بقى خلال الفترة القادمة هنقدم لكم مزيد من الفيديوهات. توصلكم بازن الله للحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة الانجليزية. ونشوفكم دايما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.